لم تكن لمشاهد انتزاع طالبان السيطرة على أفغانستان عاصفة تخص الأفغان وحدهم ولا حتى دول الناتو بل دوت هناك في واشنطن صدى الصوت الأكبر لما جرى فقد كان الطبل يقرع في القصر الرئاسي في كابل والعزاء يحيط بالبيت الأبيض فشل استراتيجي لا يمكن تبريره هكذا رأى الكثير من الأمريكيين أحداث أفغانستان الأخيرة إذ تقول مجلة ناشنول انترست أن الحصيلة عشرين عاما من التدخل الأمريكي لم تمكن الحكومة الأفغانية من الوقوف على قدميها حتى لأسابيع قليلة الخطأ الذي حدث هو سؤال يستحق التحقيق المجلة وصفت سياسة الإدارات الأمريكية المتعاقبة في أفغانستان بالمعيبة إذ تمثلت بتراكم الفشل الأمريكي فالدول لا تبنى من الخارج فقد أبقت الولايات المتحدة أفغانستان على جهاز التنفس الصناعي وحافظت على سلام نسبي من خلال تزويد التحالف الشمالي بمساعدة خارجية لم تستوعب واشنطن حجم ورطتها في أفغانستان فعمدت إلى غزو العراق وحولت الانتباه إلى هناك بذرائع واهية أقرت هي بزيفها فيما بعد النموذجان الأمريكيان للحكم في أفغانستان والعراق يتشابهان كثيرا في البنية السياسية فالاثنين يفتقران للشرعية وفقا لبيتر جالبريث النائب السابق لمبعوث الأمم المتحدة إلى أفغانستان انعكاسات ذلك كله شهدت بكمية الاتهامات المتبادلة بين الإدارات الأمريكية والمسؤولين العسكريين حيث اتهم ترامب خلفه بايدن بالتخاذل والتسبب بالهزيمة الأكبر في تاريخ أمريكا بينما دافع الأخير عن نفسه بأنه أكمل ما بدأه دونالد ترامب إبان رئاسته وما بين السبب والمسبب ضاعت مصائر شعوب وأعيدت بلدان عقودا إلى الوراء عندما أرادت دولة ما أخذ دور الشرطي في العالم فباتت متهمة ومطاردة